السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي سناء بيوتي كنتمنى تكونوا بألف خير و بصحة جيدة يوم ان شاء الله غادي يرجعوا الوصفة جميلية دينا و اخترت انني نديلكم ريفيو على واحد الزيت لانا شخصيا كان عشقها هاد زيت هدي ما كتخطانيش و كنظن بانها ما خصهاش تخطى شي بنت ولا شي مرا و لحتى الرجال غادي نقول لكم بعد لاش كتلاقي الرجال زيت لي غزالة بزاف هاد زيت هي زيت لوز الحلو غادي ننضروا ان شاء الله في الفيديو دي اليوم على الخصائص ديالو غادي ننضروا على الفوائد ديالو الدجميلية سواء بالنسبة للشعر او للبشرة و كذلك كيف عوتكم غادي نعطيكم في الاخر ديال الفيديو واحد الوصفة قومبولة بكل ما في الكلمة من معنى على هاد زيت هدي انا ديج احطيت مجموعة من الوصفات فلاشان ديالي بهد الزيت و اليوم ان شاء الله كيف قلت لكم غادي نعطيكم وصفة قومبولة لغزالة بزاف فايلة كنتم هتمين خليكم معاية الاخر ديال الفيديو قبل من نبدأ الفيديو قبل اذكرت الرجال كان بلوجه واحد تحية لقاع الرجال اللي متابعيني وكان بلوجه كذلك تحية لقاع المشتركة ديالي في القناة سواء القدمات او الاجدادات كانقول لهم 100 الف مرحبا بهم وتحية خاصة الناس اللي متابعيني من فرنسا كانقول لكم مرسيبوك لكم لها اللي اخطيكم عليا وكانتمنى نبقى عند حسن الضن ديالكم وحسن الضن ديال قاع المشتركين والمشتركات ديالي بالقناة اذا على بركة الله سنبدأ الفيديو ديالنا وسنضر لكم شوية على زيت اللوز الحلو من الخصائص ديال هات الزيت هاتي انها اللون ديالها تخونسبارون شفاف سنقرب لكم نوريكم كيف كتشوفوا معي اللون ديالها شفاف كذلك من بين الخصائص ديال هات الزيت هاتي انها تقيلة القوام ديالها تقيل وما عندهاش رائحة غنية بالاملاح المعدنية الطبيعية وبمادة الميكدالين هات المادة هاتي لامشت حتى تدخلات البشرة اي جروح ولا بوقع كانت فيها كترممها وكترجعها لحالة طبيعية ديالها تشعلاش بالنسبة لي انا هات الزيت كنعتبرها مرممة من الدرجة الاولى كذلك هات الزيت هاتي غنية بالمواد المعدنية والعديد من الفيتامينات بحال الفيتامين اا بي اا بي دو و بي سيس هات العناصير هاتي كلها من مضادات للحساسية كتجدد البشرة وكتحميها كذلك من الشيخوخة المبكرة بالنسبة لهات الزيت هاتي 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 تصلح لجميع انواع البشرة بما فيهم الجافة الحساسة والدهنية وكذلك المختلطة دابا غادي ندوزو باش ندلكم عن الفوائد ديالو بالنسبة للشعر كي حسن الدورة الدموية في فروة الرأس يعني مره مره هاكي لادرنا به شي مصاج رائزوين بزاف كي طول الشعر وكي قويه كي رجع لي كذلك قاع اللمعان والبريق ديالو وكي عالج مشكل تساقط الشعر بسبب الفوائد ديالو البشرة كي بيض البشرة كي حيد الكلف كي قدع البقعة الداكنة كي حارب قاع اعراض شيخوخة كي رجع البشرة النظارة والرونق ديالها خصوصا ديك البشرة المجهدة والشاحبة وكي عالج كيف نقع الحروق الناتجة عن تعرض الاشعة الشمس كي يعالج كدلك مشكل ديال الهالات السوداء او للاساغم وكي يساهم بشكل كبير في نمو الروموش يعني هكا بالليل إلا وضعنا شي فرشات ديال المسكرة تكون عدنا نقية بطبيعة الحال نوضع فيها واحد شوية ديال الزيت ندوزو على روموش ديالنا بالليل كنا تكون الماكسيموم واحد شهرين غادي تلاحظو النتيجة كي رجع كيف قدلكم ذاك اللمعان ديالو الروموش وكذلك كي ساهم شكل كبير في زيادة النمو ديالها القبولة هدرت لكم الى الفوائد ديالو الرجال كيلق كذلك الرجال من بعد الحلاقة كين بعدها الرجال كتلعوا لهم حبيبات وهكا الوشيه ديالهم كيتحسس من الحلاقة الى دهنو من ورا الحلاقة بها دست هادي انا اكيد انا غتعطيهم واحد الغزيلة زوائي انا غادي سيردع لهم وغادي ترتب لهم البشرة ديالهم وغادي تحيد لهم اي مشكل ديال حساسية او لا حمرار دابا غادي ندوزو على بركة الله باش نعطيكم الوصفة القنبولة الى هاد اليوم هاد بهاد زيت اللي هي زيت اللوز الحلو ودابا غادي ندوزو لماسك القنبولة كيف قلت لكم كي يعادش البشرة من قاع المشاكل ديالها واهم حاجة اللي كنتستعولي احنا يا البنات هو انه كيبيض البشرة كيفتح لون ديالها كيحارب قاع ديك البقعة الذاكينة وكيرجع البشرة الراونق والشباب ديالها الحاصول قاعد شي لقلنا على الزيت اللوز الحلو كيديروا هاد الماسك هادا فما بالك الى تفنالوا جوج ديال العناصر او جوج ديال المكونات اللي هما غانين جدا بزاف ديال فوائد ديال المشرة اللي هما بطبيعة الحال غادي مدمعكم على بركتي الله ونقول لكم المكونات غادي نحتاجو العسل لنحل طبيعي غادي نحتاجو كذلك الكركم او الخرقون بالدعار قيكون مطحون بطبيعة الحال وغا نحتاجو الستار ديال هاد الفيديو هادا اللي هو زيت اللوز الحلو بغيت كون الله يسترقلكم تبعوا معي الطريقة كيفاش غادي نحضرو هاد الماسك لانه هي اللي مهمة بزاف بالنسبة للطريقة غادي يحتاجو معيلقة كبيرة ديال لعسل الحر وغادي يحتاجو كذلك نص معيلقة صغيرة حتى للرص ديال معيلقة ديال الكركم او الخرقوم البلدي غادي نحضرو هم على طريقة حمام مريم او للباماغي غا نوضعوها جوج ديال العناصر شيزليفة ونحطوهم في كاسر ولا يكون في هلمان بقاوك نحركو فوق النار بطبيعة الحال بقاوك نحركو حتى تندامج ديك العناصر ونسجم في مبيناتها قاعدة باش نحيدوهم من فوق النار ونضيفو بعض قطارات من زيت اللوز الحلو يعني واحد الخمسة حتى الستة ديال القطارات من هاد الزيت هادي نخلطوهم زيان وندوق نستعملوهم على البشرة ديالنا بطبيعة الحال تكون مغسولة نقية غادي نمضعو هاد الماسك لمدة 40 دقيقة يعني ساعة قل تولوس نستعملوه ثلاثة الخطارات جوج حتى ثلاثة الخطارات في السيمنة وندومو عليه المدة ديال ثلاثة اشهر هاد الماسك هاد مفيد بزاف للبشرة قاع المكونات اللي شفتو معايا فيه غنية بزاف غادي تدو تلاحظو الوزولتا من الاسبوع الاول جزباغ ان هاد الفيديو هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم كنتمنى تكونوا استفتو معايا اليوم وعرفتو اللونو بضاق قليلة على الزيت اللوز الحلول لانه عندو بزاف ديال فوائد لا تعدو ولا تحصى انا جبت لكم غير شي حاجة قليلة بزاف كنتمنى هاد الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم يلا كنتو اول مرة كتشوفو القناة ديالي ما تنسوش ضغطو على سبسكرايب او لزير الاشتراك ما تنسوش كدلك انكم تفعلوا الجرس باش وصلكم كل جديد مني لايك للفيديو اللي اجبتكم ما تنسوش اللي بتعليق ديالكم كي نقول لكم دائما كنبغيكم بزاف سلام عليكم الحلول الله بدد регمثن ایوه بگم